موسيقى يعود كل ذلك إلى الحكومة المضيفة فإذا تعاونت يصبح الأمر صحلا وإذا لم تتعاون يصبح الأمر صعبا للغاية ويتعين عندئذ الوصول إلى هؤلاء الأشخاص متى غادروا المخيم وبدأوا في الاتصال بإرهابيين آخرين خارج البلاد للأسف يبدو أن الجزائر وجبهة البوليساريوس عدى للغاية باستخدام معسكرات تندوف لترويج الأيديولوجية الإرهابية وتجنيد المتطرفين وقد تحانفت كل من الجزائر وجبهة البوليساريوس مع إيران والمنظمات الإرهابية الإقليمية والعالمية لذلك أعتقد أن علامات خطر هناك فيما يفعلونه ربما يتعين علينا أن نبدأ في النظر إلى الجزائر باعتبارها حليفا لإيران بشكل أساسي أكد آخر تقرير للمنظمات الدولية غير الحكومية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأن مسؤول جماعة البوليساريو يواصلون استغلال المدارس والمناهج التعليمية من أجل تلقين الأطفال أيديولوجيات التنظيم المتطرفة والدعوة إلى العنف والكراهية وتمجيد الحرب وما يوهمون الأطفال بأنه بطولات عسكرية أو ليس هذا بإرهاب؟